الكلاب كمان مش بس ان هي بتقدر يعني تشم المخدرات او الممنوعات ولكن دربوها علشان تشم الشخص المصاب بكورونا وتقدر فعلا تكتشف انه مصاب بكورونا فين بقى الكلام ده؟ عن طريق شم عرق الناس في مطار تشيلي الدولي مبارح التلات الكلام ده لسه مبارح الكلاب بقى اللي بتشم فيروس كورونا دي جزء من طريقة يعني بديلة وسريعة وفعالة من ناحية التكلفة لحكومة تشيلي لتحديد المسافرين المصابين بالفيروس وزير الداخلية والامن العام تشيلي عرض اول ظهور لاستخدام الكلاب لتكشف عن المصابين بفيروس كورونا بدأ في مطار سانتياجو الدولي يعني في النهاية الكلاب هتحط كمان مراخرها في العمل الطبي مش بس ان هي بتبحث عن المخدرات والممنوعات ولكن كمان تقدر دلوقتي بعد التدريب ان هي تكشف عن فيروس كورونا وزير الداخلية والامن العام لتشيلي قال ان الكلاب المدربة هي الاولى في الامريكتين وتالت دولة في العالم تعمل فيها الكلاب على الشم الفكرة بقى او السلطات قالت انه انه فريق الكلاب مكون من اربعة يمكنها شما يصل الى 250 شخص في الساعة تم تدريب الكلاب على اكتشاف انواع مختلفة من الروائح الموجودة في العرق الخاصة بCOVID-19 العرق البشري وبالتالي يمكنها اكتشاف شخص مصاب بكورونا طبعا زي كده ما حضراتكم شايفين والله يعني انا بحب الابداع يعني والابتكار وفعلا شيء مش مكلف دربوا مجموعة من الكلاب في المطار ان هي تشم الناس او العرق البشري او الاشخاص المصابة بفيروس كورونا وهذه النوعية من الكلاب هي قادرة على فعل هذا الامر وانه الكلاب مش فقط للحراسة او مش فقط قادرة على ان هي تشم الممنوعات او المخدرات ولكن دلوقتي اصبحت تستخدم لفيروس كورونا وانا اعتقد بيت هيقلي انه الموضوع ده هيتم تطبيقه في اكتر من دولة لانه زي ما قلت لحضراتكم الموضوع مش مكلف تماما وكمان سهل والكلب يقدر انه هو يعني يعني يكتشف بتنوي 50 شخص في الساعة فدي فده عدد كبير جدا يعني بالمناسبة